النصوص السريون ليست رواية بوليسية بل تقرير يكشف عن شبكة مالية سرية شيدها زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي هذه الشبكة مهمتها تبييد الأموال وغسلها والتحكم بمفاصل اقتصاد اليمن وذلك للالتفاف على العقوبات الأممية والأمريكية والبريطانية منذ مطلع العام الجاري بحسب التقرير الذي أصدرته منظمة بيتي أوسي وهي وكالة غير حكومية تتولى تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال ترتبط الشبكة مباشرة بمكتب عبد الملك الحوثي ويديرها ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات بواسطة عشرة قادة يتولون مهام مزدوجة أمنية واقتصادية كان الحوثيون قد نصبوا هذه القيادات الأمنية في مختلف الشركات الحكومية والخاصة بهدف اكتساب الخبرة قبل تشييدهم شركات جديدة لتبييد ملايين الدولارات ومليارات الريالات وهذه الأموال المشاهدين هي ما تحصلت عليها الميليشيات من الضرائب والجمارك وعائدات النفط والغاز وأراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف والموازنة المركزية والمحلية بالإضافة إلى الصناديق الخاصة وتنشط الشبكة في مختلف القطاعات لسيما الأراضي والعقارات والأدوية والمستلزمات الزراعية أضف إلى ذلك السجائر والمواد الغذائية والنقل البحري والبري وأيضا المؤسسات المالية التقرير كشف أن هذه الشبكة يترأسها القيادي محمد عباس قاسم عامر ويكنى أبو خليل الذي يشغل منصب وكيل جهاز الأمن والمخابرات وهو المشرف الرئيس على عملية طبيض الأموال والقطاع الاقتصادي للحوثيين ويتولى عامر إدارة منظومة مالية اقتصادية معقدة لتمويل الجانب الاستخباراتي للميليشيا والمرتبط بشكل وثيق بإيران عبر تأسيس كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية جديدة يعد عامر الملقب بأبي خليل من أهم وأخطر العناصر الأمنية والاستخباراتية الحوثية المتحكمة في الوضع الاقتصادي السري للميليشيا إلى جانب رجل الظل الخطر وصهر عبد الملك الحوثي عبد الإله الحمران وكان قضاء اليمن العسكري أصدر حكما بإعدامه مع قياديين آخرين في ميليشيا الحوثي لانقلابهم على الشرعية وتورطهم في جرائم حرب وضد الإنسانية ووفقا للمعلومات الواردة في التقرير يتزعم هذه الشبكة تسعة قياديين آخرين يتولون مهام سرية بالغة التعقيد في طبيض الأموال وتمويل الأنشطة العسكرية ترجمة نانسي قنقر